السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب طلاب الصف الثالث في درس جديد من دروس التدريبات اللغوية في اللغة العربية بعنوان النفيو أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يحدد دلالة لا ولم ولن عند دخولها على الفعل المضارع يوظف لا ولم ولن في جمل مناسبة للدلالة على النفي انظر عزيزي الطالب ولاحظ هاتين الصورتين ماذا ترى في هذه الصورة؟ أحسنت ولد ومعه أزهار ماذا يفعل هذا الولاد؟ هيا عبر عن هذه الصورة بجملة مفيدة فكر جيداً أحسنت يقطف الولد الأزهار وفي هذه الصورة ماذا يفعل الولاد؟ عبر عن هذه الصورة بجملة مفيدة وفي هذه الصورة بجملة مفيدة؟ حسناً ترى الأزهار وفي هذه الصورة بجملة مفيدة 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 مفيدة؟ أقرأ ما يأتي وألاحظ هيا يا أبطال انظر في هذه الصورة ماذا ترى؟ أحسنت إنه طائر هيا عبر عن هذه الصورة بجملة مفيدة فكر جيدا رائع يغرد الطائر أحسنتم ما نوع الفعل في أول الجملة؟ أحسنت إنه فعل مضارع هيا انظر في هذه الصورة هل غرد الطائر هنا؟ أحسنتم لا لم يغرد لنعبر عن هذه الصورة بجملة مفيدة أحسنتم لا يغرد الطائر أحسنتم ما الأداة التي نفت حدوث الفعل هنا؟ رائع لا لا يغرد الطائر وما نوع الفعل الذي يتبعها؟ أحسنتم فعل مضارع هيا لننظر إلى هذه الصورة ماذا ترى؟ أحسنت إنه حصان عبر عن هذه الصورة بجملة مفيدة تكر جيداً يا بطل رائع يركض الحصان في السباق ما نوع الفعل في أول الجملة؟ أحسنت فعل مضارع هيا انظر إلى هذه الصورة هل ركض الحصان هنا؟ أحسنتم لا لنعبر عن هذه الصورة بجملة مفيدة رائع لم يركض الحصان في السباق أمس ما الأداة التي نفت حدوث الفعل؟ فكر جيداً أحسنتم لم لم يركض الحصان في السباق أمس إذن الأداة التي نفت حدوث الفعل هنا هي لم وما الفعل الذي يتبعها؟ ما نوعه؟ أحسنتم فعل مضارع هيا معي لننظر إلى هذه الصورة ماذا ترى؟ أحسنت غيمة ممطرة هيا لنعبر عنها بجملة مفيدة رائع يمطر الجو أحسنتم يمطر الجو ما نوع الفعل في أول الجملة؟ رائع إنه فعل مضارع هيا لنرى هذه الصورة هل الجو ممطر هنا؟ أحسنتم لا لنعبر عن هذه الصورة بجملة أحسنتم لن يمطر الجو غدا ما الأداة التي نفت حدوث الفعل هنا؟ هيا فكر جيدا أحسنتم لن لن يمطر الجو غدا وما نوع الفعل هنا؟ الفعل الذي يتبع أداة النفي أحسنتم فعل مضارع إذن فكر جيدا يا بطل ما الأدوات التي دلت على عدم حدوث الفعل؟ فكر جيدا من خلال هذه الجمل أحسنتم الأدوات هي لا ولم ولن ماذا نسميها؟ أحسنتم إنها أدوات نفي وهذا ما سنتعلمه في درسنا لهذا اليوم أتأمل الصورة ثم أختار الجملة المناسبة لها انظر جيدا في هذه الصورة هل ركب محمد الدراجة؟ أحسنت لا إذن ما الجملة المناسبة لهذه الصورة؟ يركب محمد الدراجة؟ لا يركب محمد الدراجة هيا فكر جيدا أحسنت لا يركب محمد الدراجة لأن محمد هنا يقف بجانب الدراجة ولم يركبها ركز معي جيدا في هذه الجملة قلنا لا يركب محمد الدراجة ما الحرف الذي نفى حدوث الفعل؟ أحسنت لا نفت حدوث أي فعل؟ فكر جيدا أحسنت الفعل المضارع إذن الجملة المنفية هنا بدأت بحرف لا لا النافية ثم الفعل المضارع هنا بدأ بحرف الياء لنقرأ هذه الجملة لا تهمل واجباتك المدرسية ما نوع الأداة هنا؟ لا هيا فكر جيدا ولاحظ أن الفعل المضارع تهمل بدأ بحرف التاء وذلك لأني أخاطب أي أوجه الكلام لهذا الشخص وأقول له لا تهمل واجباتك المدرسية إذن ما نوع لا هنا؟ أحسنت لا الناهية وهذا الأسلوب أسلوب نهي وهي تختلف عن لا النافية التي تنفي حدوث الفعل مثل لا يركب محمد الدراجة والآن انظر في هذه الصورة ماذا تفعل فاطمة هنا؟ هل لعبت بالأرجوحة؟ أحسنت لم تلعب إذن ما الجملة المناسبة لهذه الصورة؟ تلعب فاطمة بالأرجوحة؟ لم تلعب فاطمة بالأرجوحة أمس هيا فكر جيدا ما الجملة المناسبة؟ أحسنت لم تلعب فاطمة بالأرجوحة أمس لأن فاطمة هنا واقفة ولم تلعب بالأرجوحة ما الأداة التي نفت حدوث الفعل هنا؟ هيا يا بطل فكر جيدا أحسنت لم نفت حدوث أي فعل؟ أحسنت الفعل المضارع تلعب هيا يا بطل انظر إلى هذه الصورة ماذا يفعل خالد هنا؟ أحسنت جالس أمام التلفاز اختر الجملة المناسبة لهذه الصورة ينام خالد مبكرا كل يوم لن ينام خالد مبكرا هذه الليلة لأن غدا يوم إجازة ما الجملة المناسبة هنا؟ هيا فكر جيدا أحسنت لن ينام خالد مبكرا هذه الليلة لأن غدا يوم إجازة ما الأداة التي نفت حدوث الفعل هنا؟ أحسنتم لن نفت حدوث أي فعل؟ أحسنت الفعل المضارع ينام إذن أتعلم لنفي الفعل المضارع نستخدم الأدوات لا النافية لم ولن انظر معي في هذه الصورة ولاحظ المثال لا يهدر حمد المياه لا النافية هنا نفت حدوث الفعل يهدر الفعل هنا ينتهي بالضمة لاحظ المثال الثاني لم يتغيب علي عن المدرسة أمس لم يتغيب ينتهي الفعل المضارع بالسكون ولم هنا تنفي حدوث الفعل المضارع في زمن سابق لاحظ المثال الثالث لن أنام متأخرا غدا لن أنام أنام هنا ينتهي الفعل المضارع بالفتحة ولن هنا تنفي حدوث الفعل المضارع في زمن المستقبل هيا لنجيب عن أسئلة مصدر التعلم في الصفحة الحادية والأربعين عزيزي الطالب قم بإيقاف المقطع لتجيب عن السؤال بمفردك والآن هيا لنتأكد من إجاباتنا السؤال الأول أكمل الجمل كما في المثال الأول انظر جيدا في هذه الصورة وتأمل الأمثلة لا يتأخر علي عن المباراة عادة نفينا حدوث الفعل المضارع هنا بأداة النفي لا لا يتأخر لم يتأخر علي عن المباراة أمس نفينا حدوث الفعل المضارع في زمن سابق بأداة النفي لم لم يتأخر لن يتأخر علي عن المباراة غدا نفينا حدوث الفعل المضارع بأداة النفي لن لن تنفي حدوث الفعل المضارع في زمن المستقبل المثال الثاني لا يهمل محمد واجباته عادة أتوقع منك أنك أجبت بشكل صحيح على غرار المثال السابق باستخدام أدوات النفي لم ولن أحسنت لم يهمل محمد واجباته أمس رائع لن يهمل محمد واجباته غدا هيا لنكمل حل السؤال المثال هنا لم يضيع محمد وقته أمس وأنت كذلك عزيزي الطالب احرص على الدراسة ومراجعة دروسك ولا تجلس لوقت طويل أمام التلفاز أو الحاسوب أتوقع منك أنك أجبت بشكل صحيح باستخدام أدوات النفي لا ولم أحسنت لا يضيع محمد وقته عادة رائع لن يضيع محمد وقته غدا هيا يا أبطال أعبر عن الصور التي أمامي بجمل منفية باستخدام الحروف الآتية حروف النفي لا ولم ولن انظر في هذه الصورة ماذا ترى فيها أحسنت الولد يصلي يحافظ المسلم على صلاته ولا يتركها هيا لنعبر عن هذه الصورة بجملة منفية رائع لا يترك المسلم صلاته أحسنتم المسلم الحق لا يترك صلاته أبدا في كل الأوقات انظر في هذه الصورة هل ترى أحدا يتدرب على السباحة؟ لا كيف أعبر عن هذه الصورة بجملة منفية؟ أحسنت لم يذهب جاسم إلى تدريب السباحة أمس بأي أداة نفيت حدوث الفعل أحسنت أداة النفي هنا لم انظر في هذه الصورة هل يساعد حمد أمه؟ نعم هل تساعد أنت والدتك؟ أظن ذلك أحسنتم هيا لنعبر عن هذه الصورة بجملة منفية أحسنت لن يهمل حمد مساعدة أمه غدا بأي أداة نفيت حدوث الفعل؟ أحسنت أداة النفي هنا لن السؤال الثاني أعبر عن الصور التي أمامي بجملة منفية باستخدام الحروف الآتية الحروف هنا لم لن لا هيا يا عزيزي أجب عن هذا السؤال بمفردك وأتوقع منك أن تجيب عنه بشكل صحيح تذكر عزيزي الطالب لنفي الفعل المضارع نستخدم الأدوات لا ولم ولن حروف النفي ثلاثة لا ولم ولن تدخل على الفعل المضارع فتصبح الجملة منفية إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس هذا اليوم نلتقي بكم بإذن الله في دروس أخرى من دروس اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر